تطلع مصر لتحقيق المزيد من التعاون مع واشنطن في قطاع الطاقة وبرامج التدريب المعارضة السورية تقول انه لا يمكن التوصل لحل في سوريا مع بقاء الاسد في السلطة والحكومة تؤكد ان مستقبل الاسد ليس للنقاش في محادثات السلام نجلس نواب الليبي يصوت اليوم على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني موسيقى موسيقى الرابع عصن في القاهرة الثانية بتوقيت جليمتشي ما وعدو نشرة اخبارية شاملة تأتيكم من قناة الميل اهلا بكم مرحبا بكم التقى رئيس ووزراء الشريف اسماعيل اليوم اموس هوشتاين المبعوث الامريكي الخاص ومناصق شؤون الطاقة بوزارة الخارجية الامريكية واكد اسماعيل خلال اللقاء حرص مصر على استمرار العمل مع كافة الشركاء الدوليين في قطاع استكشافات البترول والغاز وتطلعها الى تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الجانبين المصري والامريكي في قطاع الطاقة وبرامج التدريب من جانبه اكد المبعوث الامريكي الخاص ان بلاده تطلع الى ضخ المزيد من الاستثمارات الامريكية في مجال استكشافات البترول والغاز في البحر الابيض المتوسط ومنطقة الدلتة في مصر التي تمتلك البنية الاساسية المناسبة لتكون مصدرا رئيسيا لتقديم الخدمات المتعلقة بالغاز لعدد من الدول الاخرى خلال مرحلة المقبلة المزيد من المتابعة ينضم الينا مراسل اني لدى مجلس الوزراء احمد ابو الحسن احمد هل من نقاط اخرى غير تلك التي اوردناها في الخبر تمت مناقشتها بين الجانبين بالسهل كان لقاء السيد المهند الشريف اسماعيل رئيس الوزراء اليوم مع المبعوث الامريكي الخاص فيما يخص شؤون الطاقة بوزارة الخارجية كان لقاءا هاما حيث اكد خلاله السيد رئيس المهند الشريف اسماعيل على حرص الحكومة على استمرار العمل مع كافة الشركاء الدوليين في قطاع استكشافات البترول والغاز كان هذا اللقاء فيما يتعلق بالعلاقات المصرية مع الدول المختلفة وخاصة مع الشركات الغاز الامريكية التي تعمل في مصر اكد خلاله السيد رئيس المهند الشريف على حرص الحكومة على دعم هذه الشركات من خلال توفير العديد من نطاق الاستكشافات في مصر في كافة الاماكن طرح ايضا السفير حسام القويش المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ان رئيس مجلس الوزراء ايضا اشار الى ما يليه برنامج عمل الحكومة من اهتمام خاص بالقطاع الطاقة وتوفير الاحتياجات اللازمة لتوفير الكهرباء للقطاعات الصناعية والخدمية والسكانية وغيرها من القطاعات المختلفة من جانبي اكد المبعوث الامريكي الخاص ان بلاده تتطلع الى ضق المزيد من الاستثمارات الامريكية في مجال استكشافات البترول والغاز في البحر العديد المتواصل شكرا جزيلا احمد ابو الحسن مراسل اني لدى مجلس الوزراء عقد العهل الاردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي فرانسواء اوناند قمة في قصر الحسينية اليوم ركزت على جهود محاربة الارهاب وعصاباته ومستجدات الازمة في السورية وتطورات الاوضاع في عدد من دول المنطقة وجهود احياء مفاوضات السلام الفلسطينية الاسرائيلية عرب الملك عبدالله الثاني خلال مباحثات ثنائية تبعتها اخرى موسعة بحضور كبار المسؤولين في كل البلدين عن ترحيبه الكبير بزيارة الرئيس اولوند والتي من شأنها دفع العلاقات الثنائية الى مجالات اوسع وتعزيز فرص التعاون المشترك وبما يرسخ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تعد زيارة اولوند الى الاردن المحطة الثالثة والاخيرة من دولة الشرق اوسطية التي شميت ايضا لبنان ومصر كان رئيس الفرنسي فرانسو أولوند قد اختتم فعليات زيارته الى مصر امس بزيارة قصر عبدين فاستحب الرئيس عبدالفتاح السيسي مسائم ثلاثنين بقصر عبدين نظيره الفرنسي في جولة داخل اروقة القصر تفقد الاجمحة التاريخية به وعقب الجولة حضر الرئيسان حفلا فنيا اقيم بالقصر ترحيبا بالرئيس اولوند كان وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول صدق الصبحي مع نظره الفرنسي جان ايفلوردين قد تفقد قاعدة جوية تضم مقاتلات من طراز رفال وميراج الفرنسيتين التقى الوزيران الطيارين والضباط والاطقم الفنية بالقاعدة اعرب الفريق اول صدقي صبحي عن اعتزازه بالروابط القوية التي تجمع القوات المسلحة لكل البلدين كما اكد وزير الدفاع الفرنسي ان مصر هي ركيزة اساسية لاستقرار الشرق الاوسط واشاد بكفاءة الاطقم المصرية خلال تدريب على مقاتلات رفال في اطار علاقات الصداقة والتعاون العسكري التي تربط مصر وفرنسا قام الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي وسيد جان ايف لودريا وزير الدفاع لجمهورية فرنسا والوفد المرافق له بتفقد احدى القواعد الجوية والتي تضم عددا من المقاتلات الفرنسية متعددة المهام من طراز رفال كذلك المقاتلات طراز ميراج والفا جيت وقدم فريق الالعاب الجوية عرضا جويا ترحيبا بالضيف كما شاركت طائرات الميراج والجازل في تقديم عروض جوية متعددة حاملة الاعلام المصرية والفرنسية موسيقى موسيقى والتقى الوزيران بعدد من الطيارين والضباط والاطقم الفنية بالقاعدة واعرب الفريق اول صدق صبحي عن اعتزازه بالروابط والعلاقات القوية التي تجمع القوات المسلحة لكل البلدين الصديقين مشيرا الى المواقف الفرنسية الداعمة للشعب المصري وقواته المسلحة خلال الحرب على الارهاب والتعاون في تطوير وبناء القدرات القتالية للقوات المسلحة من جانبه اعرب وزير الدفاع الفرنسي عن سعادته بالزيارة مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين ومعربا عن تقديره الكامل لمصر حكومة وشعبا متمنيا لها دوام الاستقرار والتقدم لاستعادة مكانتها الرائدة اقليميا ودوليا حضر الزيارة الفريق يونس المصري قائد القوات الجوية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من المسؤولين العسكريين الفرنسيين كان أولند قد قام مساء امس بزيارة قلعة صلاح الدين الايوبي والمتحف القبطي ورفقه خلال الزيارة وزير الاثار خالد العناني وأبدأ أولند انبهاره بما شاهده من اثار وحضارة تحكي تاريخ ام باكملها مؤكدا ان اختياره لزيارة القلعة والمتحف القبطي جاء ليؤكد ان مصر بلد الامان والتسامح منذ اقدم الغصور وبعث أولند برسالة طمأنينة من قلب المتحف القبطي دعا فيها مختلف دول العالم لزيارة مصر مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد التعاون بين مصر وفرنسا بالعديد من المجالات من بينها مجال العمل الاثري ستشهد التعاون بين مصر يواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم مناقشة تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة يعقد المجلس جلستين اليوم بهدف الانتهاء من مناقشة بيان الحكومة منح الكلمات للأعضاء الذين تقدموا بطلبات مسبقة لتعليق على برنامج الحكومة من المقرر ان تكون جلسة المجلس جدن الاربعاء هي اخر جلسات البرلمان لمناقشة بيان الحكومة سيجرى خلالها التصويت النهائي على البيان ومنح الثقة للحكومة من عدمه وللمزيد من المتابعة ينضم علينا من مجلس النواب عبر الهواء مباشرة عمر عبد العزيز مراسل النيل عمر بعد التحية يعني كيف تتابع لنا جلسات مجلس النواب خاصة ما يتم اليوم مناقشته بخصوص تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة وهل سيكون الرد غدا على البيان؟ نعم محمد يعني اوشك البرلمان من الانتهاء من مناقشة برنامج الحكومة الذي يشمل سبعة محاور البرلمان حدد العديد من اجلسات بداية من الاسبوع الماضي وحتى هذا الاسبوع لمناقشة هذا البرنامج لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة التي قامت بالفحص في تفاصيل هذا البرنامج كان من المفترض الانتهاء من هذه المناقشة في الاسبوع الماضي وبدء التصويت حول هذا البرنامج من قبل اعضاء البرلمان في تواجد الحكومة لكن نظرا لعدد كبير تقدم للإدلاق بكلمته ورأيه حول هذا البرنامج من النواب فتم مد هذه العملية المناقشة حتى هذا الاسبوع وحتى جلسات هذا الاسبوع ربما سيكون يوم الغد أو هذا اليوم يكون آخر الجلسات التي يتم فيها مناقشة هذا البرنامج وهناك أخبار تشير إلى أن ستكون جلسة الغد الصباحية هي آخر هذه الجلسات تكون هناك جلسة مسائية يحضر فيها رئيس الوزراء المهندس شريف أسماعيل وكامل أعضاء هيئة الحكومة لحضور التصويت حول برنامج هذا الحكومة لكن دعني محمد تطرق بشكل أكبر حول هذا البرنامج وحول المناقشات أسفل قبة البرلمان من خلال النائب مصر رزا الله أهلا بك ست النائب أهلا بك ست النائب يعني على مدار الجلسات الماضية وحتى جلسة اليوم يتم مناقشة برنامج الحكومة رصد حضرتك لهذه المناقشة هو أغلبية النواب لنقشه الحكومة نقشه عشان زيادة الصادرات لتصل لعشرة في المية وحتى النمو يصل لستة في المية وكان أعظم منقشة الأعضاء حول البطارة وحول أحوال الصحة والتعليم في حاجم يعني وهذا البيان كان متفق مع سياسة السيد رئيس الجمهورية لعام 2020 وهو يعني بيان ممكن نقول أنه لا يختلف عن بيانات الحكومة السابقة إلا في بعض الشيء ولكن هو بيان طويل المدى يعني اللي خلى بعض النواب يعني يتكلموا فيه أكثر أن هذا البيان طويل المدى يعني ما زال الانتظاري الخطة مستقبلية ولكن هو بيان من المي يعني هذا البيان هذا بيان من اللوجة طويلة ترى أنه يذهب إلى كافة المجالات يذهب إلى كافة المجالات وأن كان المجالات البعيدة يعني حتى المدى بعيدة هذا الخطة اللي هي 2030 هذه الخطة البعيدة النائب نصر رزق الله نائب رزق جالي رزق جالي نصر الله بشكر جزيز شكرا فانديم وبشكركم مشاهدين الكرام وعودة من جريب محمد ولمس شكرا لك عمر وأيضا شكرا لضيفك الكريم ونتابع هذه النشرة حيث تعقد اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة معتمرا صحفيا مساء اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات التكملية على مقعد مجلس النواب بديرة طلخة ونبروة بمحافظة الدقالية وضحت اللجنة